في إطار محاولة فك السوفتوير للستات إيه تاني أسئلة الراجل بيقلق لما بيتسئلها أو ما بيحبش يتسئلها يقلق لما يتسئلها لما تسأله هو أنت فين يعني فيه فرق ما بين أنت فين ده سؤال عادي نعم هو أنت فين ده كده هي فيه موضوع فيه سؤال تاني يبقى الراجل احنا كنا قلنا بتاع هتاكل النهاردة ده سؤال بيضايقوا بيزهقوا بيدخلوا في السوق بقى والفلوس والخضار والبروتين وهناك والإيه هو يحبش يخش في الحتة دي خالص هو عايز يأكل وخلاص هو يرجع يلاقي أي حاجة وجنبها بطاطس محمرة هيأكل لذيز جداً حلوة بطاطس محمرة دي أي حاجة وجنبها بطاطس هيأكل فيه سؤال بقى يبقى الراجل قاعد كده في أمان الله في حاله ما بيعملش حاجة وبعدين تيجي الست تقول له بتفكر في إيه هو حقيقي بيترب لأنه ممكن يكون جداً ما بيفكرش في حاجة كان صرحان عادي عادي جداً هو في حاجة عند الراجل لا بيسرح في الملكوت كده ما بيفكر في حاجة حتيجي الست أنت بتفكر في إيه فهو يبقى يتخد حانها أفشاة كده بالضبط كده يتخد فلازم يرد لازم يقول أنا بفكر في حاجة وهو ما فيش حاجة في دماغه فيبقى أنت بقى كنت تفكر في حاجة مع رجل رأ Sangине شبقى أنت كنت بيتفكر في إيه بقى ففكرة أنت بتفكر الراجل فعلاً ساعات بيعود كده في الهوى خالص ما بيفكرش في حاجة بس السؤال ده بيزنقه بيحطه في كورنر إنه لازم يرد تقصد بإيه في فصل أو عن فصل معهد الرغي والكلام آه إيه بقى موضوع الرغي؟ عايز قولي إحنا رغيين؟ أنا مش عايز أقولي شوية أنا مش عايز أقولي مشانا اللي بقوش محتاج بقى يعني تبقى عايز بقى مع موزيعة عشان تبقى فاهم يعني إيه رغي يعني موضوع الرغي بقى بيتفاقم جداً هو الفكرة مش يعني مش في الكلام أو في الرغي الفكرة في الموضوع يعني كتير جداً الست بتتكلم مع الراجل في موضوعات هو لا تهموا على الإطلاق واحدة قريبتها معرفش إيه اللي حصل لها وتسحلوا معاها في القصة بتاعتها أنا بس هي الست بتهتم بالتفاصيل أنتو مشكلتكو كرجالة إنكو ما بتهتموش بالتفاصيل تماماً خالص التفاصيل بالنسبة لكو زيرو إحنا إيكو التفاصيل إحنا بنهتم جداً بكل التفاصيل هم تبقى عايزة تشرح لك تفصيلة تتكلم مع جوزها تحكي تفصيلة تحكي حكاية عشان تطلع منها تفصيلة طب إيه المنع أنها تحكي حكاية عن نفسها يعني حاجة يعني موضوع مختلف مش عايزة تسمح حكاية عن ناس تقنيها آه موضوع بقى ولا مسلسل إيه اللي حصل فيه ولا واحدة معاها في الشغل إيه اللي جرالها ودايماً كلها سبحان الله تكون مأسويات يعني دايماً الحوار يكون فيه مشكلة ومأساة وظلم وناس بتتعذب طب ليه ليه بقى نحكي حكاية لطيفة يعني وتكون اهتمام مشترك ما بينهم مش لازم نحكي عن ناس تانية آه بس خلينا نتفق إن فيه رجالة كمان كلامها قليل قوي يعني دي بقى عيب بقى مش ميزة يعني مش هنقعد بقى نقول لست رغاية لا ما هو كمان فيه راجل مش عايز يتكلم مش عايز يسمع وبعد كده بيصابوا الاتنين بالخرس الزوجي فهو يعني ما لازم كمان يبقى فيه كلام ويبقى فيه منقشة يبقى فيه حوارات ونحكي عن حكايات كتير ونتكلم ونعرف أرأة بعض في المواقف اللي شبه كده ده مهم ما هو هي لو خدت رأيه في حاجة هو مهتم بيها هيرد إنما لما تاخد رأيه في معرفش فلانة عايزة تسافر فين عشان تشتري حاجة هو مالوش رأي فيه ما هي بتقول لك عشان تسفرها زي فلانة ما هي بتقول لك عشان تسفرها زي فلانة ما هو الراجل بقى ما بيفهمش التلميحات دي دكتور رحمة خالد توفيق الله يبحمه كان ليه نصيحة للستات بيقولها الرجال ما بتفهمش التلميحات ولا بتفهم التصريح ولا بتفهم يعني أي حاجة ما هيش واضحة قولي اللي انت عايزة مباشرة انت عايزة تسافر يقولي عايزة تسافر ما تقوليش صاحبتي مسافرة والله رايحة للمالديف وبيقولوا الرحلات للمالديف رخيصة وبيقولوا الطيران بقى كويس وفهم انت بقى لا لا الراجل ما عندوش الكلام الراجل قولي له انا عايزة سافر انا عايزة وردي ابراهيم انا عايزة وردي ابراهيم لا تلميح ولا تلقيح خليكي صريحة ايوة على طول علشان نقدر نتعامل مع الرجالة تكوني واضحة وصريحة وعلى طول يعني كلامك واضح ارجوكي علشان انتغني النتيجة اللي انت عايزها طيب ايه اكتر غموضا تفتكر من وجهة نظرك الست ولا الراجل مين الغمض اكتر الست طبعا الست غمض اكتر طبعا لسه بنقول الراجل عايز يعني بجد احنا اوضح من الوضوح يعني انا بستغرب جدا لما احد يقول على الستات انهم غمضين احنا واضحين جدا بجد طبعا دي قلة كوميليكيشن ده في مشكلة بس في التواصل انما وانس حصل التواصل هتلاقي ان الموضوع واضح جدا ما هو التواصل ده نفسه في مشكلة لان الست ما بتطلبش بشكل واضح وما بتردش بشكل واضح بترد على السؤال بسؤال او باجابة ما هياش اجابة يعني مثلا هترجع امتى النهاردة من الشغل مش هتأخر دي مش اجابة طب هتنزلي امتى بكرة زي كل يوم ما تقولي طب الساعة كذا فهو الست عندها طريقة كوميليكيشن مختلفة عن اللي الراجل بيعرف يستقبلها فهنا مفيش كوميليكيشن ومن هنا ييجي الغموض طب تعالي العكس بق الست عايزة تسأل الراجل انت رايح فين رايح على القهوة رايح الشغل رايح على المصيف هترجع الساعة كام الساعة داشت كده هو الراجل يعني واضح اكتر في ردوده بس فعشان كده الست تبين اكتر غموضا من الراجل اه